اشتركوا في القناة اما الدوالي تعريفها فهي انتفاق في اوردة الخصية وعادة تظهر قبل البلوغ وممكن تظهر حتى في الاطفال السبب هو وراثي حيث تكون هناك خلقة تمدد وانتفاق الاوردة المحيطة بالخصية التأثير عادة ما تؤثر الدوالي على وظيفة الخصية بنظرية ارتفاع الحرارة الاعراض قد تصاحب الدوالي الام في الخصيتين تكون بدرجات بسيطة وتكون متقطعة فتظهر لفترة وتختفي لفترات ايضا من ضم اعراض الدوالي انتفاق الاوردة الظاهر حيث بعض المرضى يرى هذه الدوالي ويحس فيها ايضا بعض الاعراض قد تصغر الخصية فيشعر المرضى بصغر في حجم الخصية فينتبه لهذا الامر ممكن تكتشف الدوالي عند تقديم الناس لوظيفة معينة مثل الوظائف العسكرية حيث يتم تقييمهم ويتم اكتشاف الدوالي عندهم وينصحونهم بعلاج هذا الامر واخيرا من وسائل او اعراض الدوالي هو تأثيرها على القدرة على الانجاب فيأتي الشخص وقد تأثر هذا الامر في السائل المنوي ويتم اكتشاف دوالي في الخصيتين وبعدها نقول بانك تحتاج الى علاج طريقة التشخيص الفحص السريري حيث ان لها درجات وهناك تقسيمات مختلفة التقسيم الاكثر استخداما الا هو تقسيم النظر فاذا كانت الدوالي ظاهرة فهي من الدرجة الثالثة اذا كانت محسوسة بدون ضغط او شد فهي من الدرجة الثانية واذا كانت محسوسة مع الشد والضغط فهي من الدرجة الاولى ايضا نستخدم جهاز السونار مع الدوبلر لتقييم حجم الدوالي وتقييم الارتجاع فيها نجري ايضا فحص السائل المنوي في هذه الحالات حتى نعرف تأثيرها على القدر على الانجاب ونأخذ مقاسات الخصية ايضا لمعرفة تأثير الخصية من هذا الامر واخيرا متى نعالج الدوالي؟ الجواب اذا ادت الى الاعراض المذكورة سابقا فاذا كان هناك الم او كان هناك ضعف في الانجاب او كان هناك صغر في حجم الخصية فهني ننصح بعملية الدوالي السؤال الاخير ما هي العملية الافضل لعلاج دوالي الخصيتين؟ الجواب هي عملية الجراحة المايكروسكوبية او المجهرية لربط الدوالي بشكل دقيق شلون تجرى العملية؟ تجرى عن طريق جرح صغير في اسفل البطن تحت تخدير غالبا كامل ويمكث المريض اقل من يوم بالمستشفى نسبة نجاح العملية من الناحية الفنية 98 الى 99% يعني انه لا ترجع الدوالي بهذه النسبة العالية وهي ممتازة ايضا بدون مضاعفات مهمة نتائج العملية فيما يخص الانجاب لا تظهر مباشرة ولكن تظهر بعد ثلاث اشهر الى حد سنة واخيرا نتمنى السلامة والصحة للجميع ونرجو ان تكون هذه الحلقة قد اجابت عن معظم الاسئلة التي ترد في بالكم ترجمة نانسي قنقر